ان شاء الله نهاردة انا عايز اكلمكم في موضوع مهم جدا هو ازاي ان احنا ما بنقدرش نقول لأ بيجي لناس كتيرة في العيادة بنت بتقول لي انا مش قادرة يعني اقول للشخص اللي انا على علاقة به ان احنا ما عادناش نقدر نكمل مع بعض ما اقدرش استحمل اللي انا اقول كده موظف في الشغل طول الوقت بيتطلب منه حاجات كتيرة جدا بيقول لي انا مش قادر اقول لا واحد يعني طفل او شخص بيتطلب منه ان هو يخرج ويعمل حاجات خارجة عن طاقته عشان خاطر عايز يرضي اصحابه وزميله انت بتتعرض ان حد بيجي يقول لك انا عايز فلوس انا عايز عربيتك انا عايز كذا وانت مش عارف انك تقول له لا بسبب انك خايف ان هو هيزعل ليه احنا بنخاف ان احنا نقول لأ لان احنا حاطين في دماغنا ان كلمة لأ معناها ان انا زعلت اللي قدامي معناها ان انا هيبقى عند شعور بالزنب معناها ان انا شكلي اجتماعيا بقى وحش معناها ان انا بتكبر على الناس كل المعلومات دي غلط الحقيقة ان فيه الناس ما بتقدرش تقول لأ بسبب ان هو غير ان هو شعوره بالزنب بيبقى عنده قلة ثقة في نفسه فبيحاول ياخد الثقة دي من خلال ان هو بيسمع كلام الاخرين بيبقى كمان عايز دايما يتحب ويدعم اجتماعيا من خلال انه يشعر بالقبول من الناس اللي حواليه بس انت هتفاجأ ان انت ما هتستمر في عمل ده انت بعد كده انت اللي هتلوم نفسك وانت اللي هيبقى عندك مشكلة انك تتصالح مع ذاتك فمش هتعرف تكمل بالشكل ده طب انا لو عايز اقول لأ محتاجة اتعلم ايه محتاجة ماجي اقول كلمة لأ ان انا ابقى واضح كلامي يبقى مختصر مطولش في الكلام بحيث مديش مساحة لللي قدامي ان هو يحس ان انا متردد او ممكن ييجي مني فيفضل يحورني في القصة دي تاني نقطة مهم ااخد بالي ان انا مش محتاج ادي اعزار ومبررات عشان انا قلت كلمة لأ رقم تلاتة ابقى واخد بالي ان انا احافظ على لغة الجسد تبقى مناسبة وبشكل واضح وتدي رسالة واضحة لللي قدامي ان انا مش عايز اعمل للحاجة الفلانية رابع نقطة افتكر ان انت يا ما تقالك لأ قبل كده ومحصلش حاجة خالص وكملت عادي وكلمة لأ دي مفيش فيها اي مشكلة خالص ضرب نفسك على انك تقول لأ وده ممكن عادي من خلال انك ايه تدريب ذات النفسك على المرايا وكده حاول تخلي لغتك واضحة وثابتة وحتى لو اللي قدامك قاعد يجدلك في نقطة كتيرة جدا ما تحاولش ان انت ده يقصر على قرارك اخر حاجة وعايز اقول لك انت ممكن ما تستخدمش كلمة لأ انت ممكن تقول اللي قدامك ودي انا شايفها انها لغة شيك وجميلة جدا انا نفسي اعمل حاجة فلانية و لكن فوقتي مايسمحش بكذا انا نفسة ان انا هامل حاجة فلانية ولكن زروفي المادية مايسمحش بكذا انا نفسي اعمل كذا ولكن الحاجة دي انا ما بحبهاش انا عايز اخرج معاك و لكن طريقتك في الشرية بيهم بداي ي обычعرفش اعمل حاجه الي انا عايزة فما فيش مشكلة خالص بس حاول دايما انك ما تجدبش انك ما تقولش لأ وانت بتطلع عزر تاني ما حصلش عشان انت خايف من الاحراج لأ حاول يبقى واضح وكلامك يبقى دقيق وبسيط فيه اخر حاجة عايزة اقولها لك انك لازم تفتكر انك اولوياتك هي الاهم فانت ما ينفعش تفضل تقول حاضر على كل حاجة وتنسى نفسك وتنسى اولوياتك وتنسى صحتك النفسية وتنسى صحتك الكسدية وتتعرض الامراض بسبب الضغوط انك على طول ما بتعرفش تقول لا اتمنى تكونوا بخير وادومتم بخير